طيب نروح للمكسيك احنا كنا في الفلبين نروح للمكسيك على ذكر المطعم انا بني عايز يروح للمكسيك ياما بقلو شهره كل يوم يقول لي ماما عايز رحل المكسيك ازاي عارف ان فيه بلد اسمام مكسيك انا ما عارس عارف اقول انه طيب جي قالك ايه فيه مطعم هناك دخل موسوعة جينيس كاسرع مطعم في العالم بيقدم الطلبات انت لما تدخل اي مطعم ممكن ياخد وقت قديم اصرع مطعم مطعم لا فيه فاست فود حتى لو زحمة برضو 10 دقائق 10 دقائق صح طب لو 5 دقائق طب لو دقتين ايه ده هاكل ايه طيب ما انا اقول له عايزة مكرونة بالسلسة الحمراء لا اكل ايه اكل ايه اكل شعبي مكسيكي اللي هو بيوتها في الوقت سويل جدا حدرتك 13 ثانية ونص انت عادتي طلبتي الطلب بس 13 ثانية ونص اه جاهز حتى لو جاهز حتى لو جاهز يا بنتي ده عبالما الجرسون يروح المطبخ ويجي لك احنا لو نقف في مطعم سنده وشايت اهو ده ناتشز وطاكوز 13 ثانية ونص هم عملوا ايه بقى شيري اه عملوا ايه التحدي كان في ايه ان هم دربوا الجرسونات يقدموا الطلبات بسرعة وبدون اخطاء اه انت ممكن تطلوب طلب يجيبلك طلبات تانية بدون اخطاء ده اكلات حضرتك شعبية الله بشكنا حلو نجعينا يا ده الكشري بتاعهم الاكلات الشعبية اللطيفة بتاعتنا 13 ثانية جم عملوا مسابقة للجرسونات ان هم مين يبقى اسرع اه لجات لما الموضوع هتحاول لإيه طب ما هيبقى هو ده الشغل بتاعنا اه يبقى هاي دي الحاجة المعروف بيها توقعوا بيها بس حاجة عظيمة اول انا بحب التارجز بسي انا ساعة بعد استنى بالساعة ساعة؟ اه لا ساعة كتير ويا سلام لو انت بقى من المشاهير على قد ما هيقدر هيقعدك اكتر ليه؟ عشان تقعدة في المكان بتاعه بدعاية ليهم بقى وتصوير وحاجات فالاكل بينزب في نص ساعة ممكن يقعدك انت ساعة ولا ساعة ونص فاوي دي فاوي صح؟ احنا نروح للمكسيكا تتدوا وتفقدوا عصبك وتتوتروا وتتنرفزوا انا لما باجوا عصي كمان ببقى عصبية جدا انت هتقولين فلازم ااكل انا ساعات ممكن ااكل حاجة قبل ما اروح الريستوران عشان نبقى رفع تهدأ انا بقيت اعمل كده انت عارفة؟ انا بقيت اعمل كده ماروحش جعانة اوي لاني ببقى فقدة عصابي اهو يعني دي زي اهو اكل حاجة اهو فاكرا احنا هتكلمنا في الماضي قبل كده لما قلنا لو انت خارجة في اول معاد اهو اهو دي تفصيلة حلوة كل نص باطن قبل واتن كل شو قبل واتن صح فرخة ما شوية عشان ما تروح تقضي نص فرخة ما شوية مش فرخة اشتركوا في القناة